اشتركوا في القناة الكتاب وما أدراك ما الكتاب الكتاب له جناحين وبهما يطير له ماتور وبه يسير له عينين يرى السرور والفرح وله فم يتذوق فيه الحلوى والمرح له يدين يتلمس بها أفكارا وأحزان له في كل زمان سر طنان طبعا هاي الكلمات أنا كتبتها في الحلقة مش من مكان ولا مش من الكتاب الله الله يا فنان أهلا وسهلا فيكم اليوم سيكون لنا لقاء متميز أنا والأستاذ محمد التميمي صديقنا محمد عيسى اليوم عنده ظرف فاعتذر يعتذر منكم جميعا سنكمل معكم الحلقات اللي وعدناكم فيها بمناقشة الكتب اللي بنقترحها كلها بايداوي موجودة على مكتبة كنار أونلاين تقدروا تدخلوها وتقرؤوها وتنزدوها بي دي اف فور فري حترك المجال لأخوي محمد التميمي يتكلم عن ما سنقوم به ويرحب بضيفنا شكرا شكرا دكتور جمال الصراحة بعد كلامك بطل في ترحيب يعني ما شاء الله كفيت ووفيت ولكن يكفي أن نقول أنه ضيفنا اليوم متعدد المواهب يا جماعة وضيفنا اليوم عنده شغف يعني لما بيعمل بتعامل مع الأمور يتعامل معها بحب تجد أقرب إلى الطبيعة وأقرب إلى الفطرة ولكنه يدخل في الأمور بعمق يحاول أن يجتهد اجتهاداته الخاصة اجتهاداته هذه نحبها ونعشقها ويعني نطرب لسماع وهو يتكدم ويتحدث عنها واليوم أتى بتحفة وأحببنا أن نساعده في فتح مجال له حتى يعبر عن شغف بهذه التحفة لأن حقيقة فيها إبداع وهي تحفة حقا ولذلك لن أكسر من الكلام والمقدمات فسأدعو هو يقدم ويعرف بنفسه أخونا الأستاذ ماجد الكردي أبو يوسف أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور جمال أخي محمد وجميع المشاهدين الكرام من هذه المحطة الكنار اللي بتبث على موجات الآثير لجميع أنحاء العالم أهلا وسهلا بكم واليوم فعلا المقدم اللي حكاها الدكتور كانت كأنه بيتكلم عن الكتاب اللي احنا بنحكي عنه اليوم إن شاء الله كأنه هو كأنه قرأ الكتاب لأنه كل ما حكا عن هذا الكتاب أحنا قبل الكتاب أبو يوسف نعم قبل الكتاب خلي الجمهور يتعرف على أبو يوسف والحقيقة أبو يوسف له عندنا فضلين الفضل الأول له ولقراءاته ولإهتماماته ولشغفه بما يعمل هو يحب ما يعمل ولذلك تجد منغمس فيه والسبب الثاني والفضل الثاني أنه أنجب لهذا المجتمع العربي ابن من أربع البنات وهي بيان الكردي وهي معروفة في وسط المجتمع العربي ومن هنا أنا سأستبق وسأسبق لألقي عليها التحية أهلا وسهلا أبو يوسف تعرفنا بنفسك الآن أكثر أهلا وسهلا يا سيدي أنا ماجد خضر الكردي فلسطين العزيزة الحبيبة على الكل حطاع غزة ومن معسكر جباليا ولدت في معسكر جباليا اللي هو أصبح معسكر الثورة بدأت أول دراساتي في القاهرة ثم في بيروت العربية ثم دبلوم الطب النبوي وعلم العشاب بالإمارات واشتغلت في المجال الإعلامي في تلفزيون دبي تقريبا تلاتين سنة وعملت ضوامج ثقافية مثل برنامج الأوائل برنامج طبع بريد حدث في مثل هذا اليوم أنا اشتغل كل مدة سنة عدادا والحقيقة أنا في إلي كتاب أو عدة كتب منها ما هو مطبوع ومنها ما هو تحت الطبع اكتاب التداوي بالذهب اكتاب التداوي بالذهب اللي هو أنا عملت عنه حلقة قبل الفترة على الفيسبوك وكتاب دليل العلامة إلى مواضع الحجامة أنا باحث مستقل في علم الحجامة أنا مش رح أسمي نفسي محترف أنا لحتى الآن بسمي نفسي باحث باحث مستقل في الطب النبوي وعلم الحجامة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى في عنا عيادة لممارسة الطب النبوي والحجامة الإسلامية وأنا مصر على اسمها الحجامة الإسلامية في مدينة مستساقة في كندا وحصلنا على تصريح من وزارة الصحة الكندية لهذا المسمى تحت هذا المسمى بنعمل الحجامة الإسلامية في العيادة والحمد لله زبايننا مش بس مسنين زبايننا من جميع الأديان ومن ما اللا دينا له مجتمع الكندي مليان بهذه الفئات وجنسيات أخرى غير العربية من جميع محتوى الكندي ياك أبو يوسف أهلا وسهلا فيك أنا بتذكر جميع أن أبو يوسف رح يكون معاي في حلقة مميزة يوم الخميس القادم اللي وبعد يومين إن شاء الله في جمال الصحة هنتكلم عن الحجامة ونتكلم عن أنواع الحجامة والأمراض اللي بيعالجها فكونوا معنا إن شاء الله يوم الخميس الساعة 9 أبو يوسف أسألك الآن شغفك في الكتب يعني أنا كتبت المقدمة هاي بعد ما شفت الفيديوهات اللي بتحكي فيها عن كتب وشفتك تتكلم عن الكتاب وكأنه محبوبة ومعشوقة قلنا شغفك في الكتب قبل ما ندخل في الكتاب اللي حنحكي عنه اللي هو أغرب كتاب هذا في العالم طبعا إذا بدك تتكلم عن الكتب لازم أول حاجة تتبذر لذهنك أول آية أول صورة نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول كلمة بدأ فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البعثة إقرأ يعني كلمة إقرأ كانت هي بداية الحياة الإسلامية والبعث المحمدية على سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام على آله وصحبه فكلمة إقرأ هي يعني ملخص الكتب ملخص ما تريد وكلمة إقرأ في آية أخرى أكبر وأهم وأخطر من موضوع إقرأ وهي نون والقلم وما يسطرون يعني إحنا إقرأ وإكتب لكن ماذا تكتب ماذا تقرأ بدأنا فيها لكن ماذا تكتب هذا الأخطر الكتب هي النفس الحياة الروح اللي ممكن الإنسان يعيش فيها لو لا الكتب لو لا تدوين الكتب لما كان في حضارات الحضارات التي لم تدون تاريخها لم تظهر لم تبقى الحضارة الفرعونية ما زالت لحتى الآن لو لا الكتبات اللي وجدت في الهرمات والآثار والمعابد كتبات باللغة الهلغرافية أعتقد الكتاب هو الحياة حياة أي بحث بدك تعمله أي كتاب بدك تألفه يجب عليك أن ترجع إلى المراجع اللي قبلك يعني ممكن أنت تعد رسالة دكتوراه رسالة ماجستير لازم تستعين بالمراجع والكتب أهم مرجعين في أي كتاب بدك أنت تعمله في الأمور حتى الأدبية حتى السياسية أهم مرجعين كتابين أساسيات في كل الكتب كعرب كمسلمين القرآن الكريم وكتب السنة الصحاح على سيدنا رسول الله أفضل الصلاة والسلام فالكتاب يا دكتور جمال وأخ محمد تبدأ تسميه نبع نبع الحياة الحياة إذا بدها ماء عشان تعيش كذلك الكتاب طيب أنا من هذا الباب أفهم من كلامك أنه مرتكزاتك للاهتمام بالكتاب تقوم أول شيء على بعد ديني أنه الدين يدعوك إلى القراءة والكتابة والاهتمام بالكتاب وبعد تاني بعد معرفي حتى تتعرف على الأمور المختلفة لأنه منشوف عندك شغف تتعرف على أشياء كثيرة تعد وهذا ربما إلو علاقة بوظيفتك اللي كنت عملها في الإعلام كمعد أنه المعد عليها أن يقرأ كثيرا حتى يستخلص بعض خلاصة وزبدة ما يقرأ حتى يعطيه لغيره بفوائد عظيمة وكبيرة جدا ملخصة ومركزة الأمر الآخر أنه ربما حتى تعلم غيرك وتعرف غيرك وتفيد غيرك بما تقرأ وتستفيد به من قراءتك كيف توصلت وكيف أقول كيف تنتقي كتبك يعني مررت بفترات طويلة بين العمل كإعداد في الإعلام وهذا يتطلب أن الواحد يكون مطلع برامج اهتممت بها وقدمتها وهذا يتطلب حتى تنتقي هذا البرامج عليك أن تكون مطلع على المكتبات وأيضا بدأت رحلة التأليف واتطلعت على بعض الكتب حتى تصل إلى ما تريد من مواضيع كيف تختار وتنتقي كتبك السؤال جميل والله في البداية كانت اختيارات كلها كتب يعني ثلاثة رباحة سياسة ثقافة في المجال الخدمات الاجتماعية في مجال علم النفس لكن في آخر يمكن خمسة عشر سنة اللي فاتوا كل تركيز صار على كتب الطب النبوي وكتب الأعشاب والتداوب الأعشاب والبحوث الخاصة بعلم الحجامة لكن إذا احتجت أني أقلف كتاب فأنا بذهب إلى المراجع اللي بتتعلق في نفس موضوع الكتاب يعني أنا لو بدي الكتاب التداوب الذهب ذهبنا إلى مراجع وبحوث تتحدث عن الذهب الذهب أين يوجد موضوع كثير جداً عن الذهب فآخر خمسناشة السنة الحقيقة أنا تركز كل يعني معظم قراءاتي ومعظم أبحاثي ومعظم قراءاتي وحتى المشتريات أو الاستعارة من المكتبات كانت تتعلق في الطب العشاب وطب النبوي والحجامة الإسلامية حتى أصبح عندي ثروة كبيرة من هذه المعلومات وساعدتني في الممارسة يعني وصفات العشبية وصفات العلاجية كلها بتعتمد على المراجع الصحيحة والخبرة اللي بنكتسبها يومي من خلال الممارسة اليومية فأنا اختيار للكتاب الآن في هذه اللحظة ما فيه شيء معين أي كتاب بشوف عنوانه بيعجبني وكتير من الكتب العنوان بيعجبني وبدخل فيه أول صفحتين أو ثلاثة بدركوا ما بيعجبنيش لكن أبو يوسف سؤال دائما يسأل وخلينا نسألك وحقيقة هناك يعني نكهة لأخونا الكبير أبو يوسف النكهة هذه فإنه يأتي من مجالات ليست مجالات الأكاديمية وليست مجالات الجامعات الأكاديمية ولكن يحب الكتب يأتي بعبق السنين بعبق الزمن وله شغف بالكتب وأنا هون حاب أسألك هذا السؤال بعد ما تغير العصر وتنقل وصارت الكتب متاحة إليك على الإنترنت بشكل إلكتروني وربما متاحة أكثر بكثير مما كنت يمكن أن تصل له يديك أو يداك في المكتبات فهل ما زلت تتشوق للكتاب المطبوع ولا تكتفي بكتاب الإلكتروني وتجد يغنيك ويكفيك والله سؤال حلو أنا من هوات الكتاب المطبوع الكتاب الورقي يعني الكتاب الإلكتروني برتحلوش في القراءة وبحب أنا حتى حتى الكتاب الورقي بشعر أنه أنه في صورة تدمغ في الدماغ يعني الكتاب كصورة يعني أنت لما تطلع في الكتاب وتشوف مثلا صفحة بصير عندك في ذاكرة بصرية الذاكرة البصرية هذه فصفحات الكتاب صعب أنك تحققها في الكتاب الإلكتروني اللي على الشاشة الإلكترونية الآيباد أو الكمبيوتر أو التلفون أنا ما زلت أعشق الكتاب كورق لكن لا يمنع أنه أنا أستعين في مؤشر البحث في الدخول على يعني مثلا على أي حاجة بدي إياها مثلا من المراجع الموثوقة في البحث في البحوث الإلكترونية وفي مؤشر البحث مثل جوجل بتحصل عليها في ثواني لكن لو بدك تروع الكتب بدك بحث كبير لكن إذا بدي أنا أعتمد في الكتابة برحش للألكتروني برحش للمرجع الأصلي المكتوب وهو هيظل هذا المكتوب في محبتي إلى ما شاء الله يعني نعم 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 أخونا أبو يوسف أنت بحث أنت تبحث وتكتب كل معظم كتبك أبحثية عندي سؤال سريع إليك بما أنه أبنائك تربوا في المهجر هل علمتهم حب الكتاب أم تركتهم يتعلمونهم من المدارس وهل أخذوا أو في جينات انتقلت إلهم بالكتاب لما يكون تخرج طبيب بده يكون القراءة بالنسبة لحياته لما بده تكون تخرج الطبيب بده تكون الكتاب غصبا عنها تاريخ حياتها عندي الدكتورة هدى بنتي والدكتور يوسف دكتور يوسف بشتغل طبيب الطوارئ في مستشفى أورنجفيل لا يستطيع ولا تستطيع أن تبعد عن الكتاب الكتاب لازم يكون ركيزة حياته سواء كان ما يتعلق في كتبه في علمه أو في الثقافة دك سميها جينات سميها جينات هل في عدوى في شنجين طيب سميها جينات نحن اليوم جايبين كتاب غريب وعجيب لإخواننا المشاهدين أنا صراحة لما تحدثت معك عن هذا الكتاب ذهلت بعبقرية هذا الكتاب بالطريقة التي كتب فيه هذا الكتاب وأكيد سمعنا كثيرا من العبقريات في الكتابة بالشعر مثلا يكتب قصيدة شعرية تبدأ من اليمين إلى الشمال وتقرأها من الشمال إلى اليمين تكون هناك مدحن وهنا ذنما كان فيه عبقريات في الكتابة وطبعا هذا العرب مشهورين فيه لأنه اللغة العربية كانت دائما قيد التطوير ودائما فيها إبداع وجميلة جدا وأخونا محمد التميمي عنده برنامج بالعربي الفصيح بتحدث عن شغلات كثيرة زي هيك لكن اليوم هذا الكتاب يعني أنا لم أرى كتابا مثله فلو بس تعطينا لمحة عن اسم الكتاب ومؤلف الكتاب عشان الناس تعرفوا عن أي كتاب نتكلم والله يعني أنا وقع تحت إيدي كتب بالمئات سواء كانت كتب تاريخية كتب أدبية كتب في القانون أنا من مختص في القانون عدو نقابة المحامين في غزة كتب الخدمة الاجتماعية كتب في علم النفس مئات مئات الكتب قبل عشرين سنة تقريبا هذا الكتاب حصلت عليه كصورة يعني مش بس صورة مصورة عن كتاب فضلت أسعى إلى أن حصلت عليه هذا الكتاب هذا الكتاب يعني كلمة عبقري يمكن قليلة عليه صناعي ممكن كمان قليلة عليه كتاب من معجزات الكتب من معجزات الحرفيين يعني المؤلف لما ألف هذا الكتاب أنا باعتبره حرفي حرفية العبقرية أو عبقرية الحرفة يعني كتاب عنوان الشرف الوافي فيه علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقوافي المؤلف المؤلف أبو يوسف المؤلف المؤلف اسمه الشيخ إسماعيل ابن أبي بكر المقرع طبعا قبل يعني قبل ما نخذ في الكتاب سؤال ممكن يتبادل على ذهن أي واحد طبعا هي هذه الكتب اللي هي ألفها اشتغل فيها الشيخ إسماعيل ألف فيها مئات المؤلفين يعني علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقوافي يعني هو ما جاب جديد في الموضعات 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 وما زالوا وما زال الناس وما زالوا العلماء يؤلفوا فيها لكن أين العبقرية قبل العبقرية نعم قبل العبقرية المؤلف قبل العبقرية من حق المؤلف علينا إن نذكر من أين هو أيها المؤلف من موليد 1353 أو 53 وخمسين يعني تقريبا في حدود 700 سنة من مدينة تقع على ساحل البحر الأحمر في اليمن يعني هو يمني ولذلك أنت لابس له هاي اللبس اللف اليمنية احتراما وتقديرا للكاتب واحتراما وتقديرا لأهل اليمن وشعب اليمن للحر الأبي أصل الحضارة نعم نعم حقا فهو من من مواليد اليمن وعاش في فترة الحكام اللي هما اسمهم بني رسول اللي هما توارث الحكم على مدار مئات السنين نعم وألف الكتاب اللي هو استغرق معه سنوات طويلة كهدية لأحد الملوك اللي استمر في دعمه لتأليف الكتاب حتى توفى قبل ما ينجز الكتاب فكمل المهمة بعده ابنه ابن الملك اللي هم من بني رسول إلى أن تم إنجاز هذا الكتاب هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد لهم لا له عدة كتب لكن لكن للأسف مش مطبوعة إلا هذا الكتاب لأنه هذا الكتاب وضح وضح منه الإعجاز تبعه فأخذ اهتمام كبير في المطابع المصرية القديمة ثم وصل إلى قطر في عيام الشيخ حمد بن خليفة اللي هو أبو اللي هو جد الحاكم الحالي فأمر فأمر بطباعة الكتاب في مطابع قطر على حساب الدولة نعم وثم وزع مجانا ثم بدأت المطابع اللبنانية تطبعه وتبيعه وانتشر على مستوى العالم العربي الانتشار مجرد ما ينزل السوق الكتاب في خلال ساعات بانتهي باختفي خلينا بس أشوف الانوان مرة تانية بس عشان الجمهور الانوان الشرف الوافي تأليف الشيخ اسماعيل بن أبي بكر المقرأ في علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقوافي واحد اثنين ثلاث اربع خمس علوم اوكي خمس علوم تفضل أبو يوسف الآن خبرنا أين هي سر أين هو سر الكتاب يا سيدي هذا ليس سر ولا عبقرية والله أنا بسميها بسميها حرفية يعني حرفية العبقرية أو عبقرية الحرفية يعني عبقرية الحرفة يعني هذا الرجل يعني كيف كيف استطاع أن يؤلف هذا الكتاب شوف من اليمين من اليمين للشمال كتاب عادي يعني احنا كتبنا بنبدأ فيها يمين شمال صح نعم الانجليزي شمال يمين مظبوط مظبوط نعم من اليمين من اليمين للشمال موضوع من الموضوعات أوكي نعم شوف أنت في عندك ألوان شايف الألوان صحيح أربع ألوان من فوق من أعلى إلى أسفل حسب اللون كتاب آخر من أعلى إلى أسفل موضوع آخر كتاب آخر من أعلى إلى أسفل كتاب آخر من أعلى إلى أسفل كتاب آخر على نفس النسط على نفس الكلام بلا إخلال بمقطع بلا إخلال هناك خمس كتب واحد منهم كتاب عادي يمين شمال عمودية عمودية تقطع هذا التقاطع بدون الإخلال يعني سيقطع لو هذا اللون الأخضر البداية سيقطع الكتاب يمين شمال بدون ما يأثر على الكتاب الكتاب السطر في الطرف الأصفر سيقطع الكتاب يمين شمال بدون ما يأمل خلل في معنى الكتاب الوسط وهكذا جميع الكتب ما لش شوي سيد محمد يعني في كل سطر كان يستخدم أربع كلمات كل كلمة منها تستخدم في كتاب جديد في كل في كل عمود قصدك يعني السطر في أربع كلمات كل كلمة كانت جملة جملة بس تستخدم في جزء من كتاب جديد نعم مشتركة مشتركة استنى الكتاب الأساسي اللي هو يمين شمال نعم تمام الحين احنا بدنا نستخدم السطر العمودي لكتاب تاني الكتاب التاني يعني لو بدنا نفترض من هذا الكلام اللي تحت فقه كويس نعم نعم بدنا أتكلم في التاريخ كيف أنا بدنا أختار كلمات التاريخ من كلمات الفقه عمودياً بدون ما يصير فيه خلل في اللي أنا اخترته بالمعنى بالاختيار أعطينا أقرأنا سطر قبل ما أقرأ لك سطر خليني بس أعطيك شغلة مهمة جدا ماشي فيه ناس هيقولوا يا عم طب أنا أنا بهمني كتاب الفقه بهمني بهمني كتاب النحو أنا إيش بدي في عملية إني أقرأ من فوق لتحت أو أقرأ من شو سوى راح في آخر الكتاب شو عبقرية عبقرية الفصل فعلم العروض شوف هاي علم العروض اللي بالأخضر نعم خلاه من فصل اقرأ لحالك عادي شوف كيف أوكي يعني هذا الكتاب اللي هو علم العروض أخذ جزئياته بشكل هذا شوف كيف هاي علم العروض اللي هو الأخضر هذا اللي أخذ العمود الأخضر نعم كتاب كامل طيب التاريخ أخذ الأصفر شوف الأصفر اللي هو أنت لو بدك ترجع هتلاقي هذا الأصفر اللي هو كتاب التاريخ ففصلوا شوف كيف لحاله بعدين روح على اللون اللي بعده علم النحو علم النحو اللي هاي اللي بعده شوفوا كيف فأنت بدك تجرع علم النحو والله أنا الكتاب طبع علم النحو ما استوعبت النحو على أصوله ودقته إلا من هذا الكتاب يعني يعني مش بس مش بس إنه فيه فيه فن في الكتابة كباب بدون ما يخل في المعنى وبدون ما يخل في قوة وبلاغة التعابير قوة الإحكام يعني هو كتاب محكم لم يخل في الوزن تبع اللغة في وزن المعنى نعم في منخ هذا عالم هذا عالم كبير يعني مش يعني أولا هو تمكن من العلوم هذي هذه العلوم أصبح فيها متمكن يعني فقيه يعني مين ما إحنا مثلا نسميه في عصرنا نقول أحد فقهاء أو علماء اللي إحنا في الآن بدون ما نسمي بدون ما نسمي بدون ما نسمي واحد منهم لكن لكن القدرة أنه يجمع حرفية هذه الحرفية هذه الصناعة يجمع بهذه الطريقة فشي خيالي فخلينا أقرأ لكم منها من وين هتقرأ هتقرأ على الطبيعي من اليسار من اليسار آه من اليسار يمي اليسار آه مثلا مثلا فهو بتكلم عن الزكاة فمنها منها الزكاة لكن لا تلزم إلا في الرطب لا تلزم إلا في الرطب والعنب فقط ولا يجب في الجنس ما لم يبلغ ما لم يبلغ نصابا والقدر له آه بعد آه تنقية الحب يعني اقرأ هذا بديتكلم عن الزكاة فبنح تقرأ فقه كويس صح لكن أنت لو بدك تيجي آه على على من أعلى إلى أسفل فوح تقرأ مثلا آه آه متفاعلن سنة أجزاء وبعده الرجز بتكلم على 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 العروض على العروض على العروض شير شير بدون بدون إخلال يا رجل والله إشي إشي هذا هذه هي النصوص اللي بتوصف البحور الشعر وخذ على التاريخ أنه أمر بتأليف هذا الكتاب أتاريخ رأي الله من التاريخ مثلا دقيقة شوف أمر أمر بتأليف هذا الكتاب وجمعه مولانا وروح أناك طبعا ليش لأنه 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 عدد الكلمات في العمود أقل هي عبارة عن خمس أسطر مثلا فبتكون خمس كلمات وبتكلم بكمل الصفحة اللي بعدها وبكمل الصفحة اللي بعدها وبكمل الصفحة بالزبط بالزبط شيء جميل بتعرف بتعرف أنا قلت عن هذا العقلية أنه لو كانت هذا العقلية طبعا هي خلص يعني عقلية أدبية ما فيش فيها مجال يعني عقلية أدبية دينية لكن لو كانت هذا العقلية عقلية هندسية يعني لو خليه عشان بس نقرب المفهوم لو كانت هذا العقلية عقلية هندسية صناعية وقلنا له يا شيخ إسماعيل بدنا تعملنا طيارة هذا الطيارة تطلع من اليمن لفلسطين بنفس العقلي العقري اللي هي فيها تأديف الكتاب والله إلا ألف لعمل طيارة تطلع في دقيقة أنا بقول إنه إحنا كأننا بنتفرج على لوحة كيف الرسومات كيف مثلا الرسومات بدخل أحيانا الحرف مع اللون مع صورة معينة مع مشهد مع مثلا متحف بتعمل تمازج ما بينهم بدون ما تخل بأي واحدة منهم وتحس كأنه صارت الكلمة جزء من المتحف وجزء من الجدار وجزء من صورة إنسان والإنسان صورة صارت جزء من الحرف وصار في تداخل بينهم بدون ما يخل فيهم تكامل مع بعضهم البعض وتداخل مع بعضهم البعض كبير جدا هذا كأنه كان مش مكتب كتاب هو كأنه كان يتذوق الكتابة يتفنن يستمتع يعني كأنه بيرسم لوحة يستمتع في الكتابة إحنا اللقاء اللي فات من المقهى كان معنا فنانين من كبار الفنانين العرب في كندا لهم لوحات ميزة ورسومات رائعة والحقيقة لما نتفرج ونشوف التحف العربية اللي تخرج نقول إنه حقيقة إحنا ما زلنا لم نعطي ولم نتعرف على حضارتنا حضارتنا الخاصة بنا لم نتعرف عليها حق التعرف ولم نعطيها حقها طيب بدي أنا بس أزيد على كلامك بيت صغير فضل لو كانت هذه التأليفة أو كان هذا المؤلف كويس لوحة بعبقرية أنا حكيت لك عن طيارة لا خلينا نقول رسم لوحة فنية مرسومة وظلت للحين يعني المونيليزة لوحة فنية صح؟ صح لو الشيخ رسم لوحة بقدرات وإمكانية هذا الكتاب قديش تتخيل لو نعرضناه في في معرض كريستي هذا تبعاً لوحات قديش ممكن تجيب لا تقدر بثمن أنا لسه كنت أحكي عن موضوع دافينشي ليوناردو دافينشي لما رسم لوحاته اللي شهر لوحاته مستقبلاً إنه كل الناس عندهم توهم إنه فيها كودز فيها أسرار لم تكتشف ف يعني كانت هون العبرة في اللوحات تباته فهل الشيخ هذا لما كتب الكتاب عطل سر دايريكت ولا كان أكتشف مستقبلاً ولا الساعة لا السر من الساعة اللي ألف فيها الكتاب يعني شهدونه أقرانه من العلماء إنه هذا الرجل يعني عبقريته عبقريته مش مش طبيعية يعني يعني عالم من العلماء من علماء عاصره آه لدرجة إنه كان حيكون قاضي قضاء اليمن يعني يعني عبقريته موجودة معروفة وطريقة تعليفه في هذاك الزمان انعرفت ولذلك سموه سموه أول مبدع بهذا الطريقة أبو يوزي فأنت أسألك هل هناك من اتبع خطاه وألف كتب مشابهة في الكتاب نفسه هذا في الكتاب نفسه موجود أنه فيه واحد لكن لم يكن بالمستوى هذا يعني حاول يألف لكن لم يكن بهذا المستوى بهذه المستوى العقرية وما فيش يعني أنا أناشد أي واحد في العالم سواء كان باللغة العربية أو بالسينكرستية أو بالهلغرفية أو إشي فيه كتاب يشبه هذا الكتاب يعلن عنه ما فيه في العرب ما فيه لكن فيه كلم عن كتاب جمع خمس علوم يعني في كتاب واحد في صفحة خمس علوم في صفحة صحيح فيه من الشعراء فيه من الشعراء اللي عملوا قصائد تقراها من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين أو تقراها من اليمين للشمال مدح ومن الشمال لليمين ذم أو قصيدة كاملة تقراها بالعمود بالعمود مدح وباليمين للشمال ذم يعني يعني فيه من الشعراء والأدباء حاولوا أما إن يكون كتاب كامل يا رجل بهذه الموضوعات الحساسة اللي بتهم كل مسلم يعني أي إنسان عربي هل نعيدها بس الموضوعات الفقه العروض التاريخ النحو والقوافي يعني يكفيك علم الفقه اللي هو زبدة الفقه زبدة الفروض الزكاة الصلاة الحج كله مركز تركيز في هذا الصفحات القليلة يعني فعبقرية لا حدود لها عبقرية فزة فيه دكتور من أصدقائي أول ما شفت الكتاب وبهرت فيه حكيت له عنه قال لي يا أخي أنا بدي أشوفه نفسي أشوف الكتاب هذا ففعلا استضافني في بيته وأخذت الكتاب معي عشان أوريه وكنت مشتري من المعرض معرض الكتاب السنوي اللي بنعمل في مدينة الشارقة كنت مشتري عشر كتب وقلت بديوزحنا على صحابي فأخذتني الكتاب فلما شافه سوداني هو قال لي يا زول هذا مكتب قال لي هذا يبين عمله مدحف هذا يبين حط في مدحف تدفع تذاكر وتدخل تشوف هذا الكتاب في المدحف مدحف بس للكتاب لما يحمله من عبقرية تراثية انت تخيل تخيل هذا الرجل هذا الرجل في هراق العصر اللي هو قبل 700 سنة وين كانوا المسلمين قس على ذلك بقية العلماء اللي كانوا من تهجين نفس الناهج مش بس في الفقه لا في علم الفلك في الدارة الدموية في الطب في الحساب في الرياضيات صح؟ مش هم حطوا الأساس أساس العلوم في العالم اللي الآن الحضارة الغربية قائمة عليها يعني خلينا نحكيها بطريقة تلاقع الحضارات أنا معك 100% أيها طبعا كل حضارة وضعت جزء واستفادت الحضارات القادمة منها والحضارات الحالية ليس العلوم الآن العلوم الآن ليس لها لا أب ولا أم العلوم الآن أبوها وأمها الإنسان لأنه في كل حضارات ساهم فيها كل الإنسان في كل الحضارات بس في خولة خولة طاها عزيزتنا بتقول لك أكيد الدكتور الزول السوداني اللي يتكلم معك هو الدكتور عز الدين دكتور عز الدين مين مش عارف هي بتقول أكيد الدكتور عز الدين وضعين لها يا خولة مين دكتور عز الدين نخليها مسابقة هنخليها مسابقة لا 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 دكتور عز الدين اسمه الدكتور الطيب هل عندي سؤال أبو إيسر؟ لا تفضل الآن إحنا حكينا أنه في خمس كتب داخل هذا الكتاب نعم هل كلها بحثية أم هو سرد كتب سابقة أو شيء يعني لم يأتي بعلم جديد أم كانت فعلا هي بغض النظر عن ما حدث في طريقة كتابة الكتاب هل هو جاء بعلم جديد أو بنظريات جديدة في هذا الكتاب أم أنه فقط جمع علوم خمس علوم وضعها في كتاب واحد؟ طيب الحين هو أول شيء كان متمكن مئة بالمئة مش 99 مئة بالمئة من كل علم يعني بده يكون ملم بعلم الفقه والعروض والنحو علم تام يعني بعرف المفؤول لأجله والمفؤول به والفاعل والمفتدأ والخبر معرفة تامة لكن الجديد هذه الكتب ألفوا فيها مئات المؤلفين لكن طريقة الصياغة وطريقة اختياره للكلمات المناسبة في كل سطر هذه جديدة يعني هذه حرفة ما كانش في حدا استطاع أنه يقلده لا قبله هو أقصد مبتدعها يعني هو صاحبها هو صاحب الفكرة ويعني في الكتاب نفسه في المقدمة أحد المعلقين بيقول لن لم ولن يستطيع أحد لا قبله ولا بعده ممكن يعمل بنفس الكتاب سواء كان سواء كان سواء كان سواء كان سواء كان سواء كان إنه دعم ما هو 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 تفرغ يعني هذا الرجل لم يكن له مهنة أخرى غير عمل في هذا الكتاب يعني الملك اللي هو كان تحت رعايته الملك اجنس واشتغل شكلوا أيامهم كان عندهم كورونا قالوا قاعد في البيت بس مش الكورونا الفيروس الكورونا الشوكولاتة تعد زمان أبو يوسف الإبداع العربي في فنون اللغة كان إبداع عظيم يعني اللي أنتم تتكلموا فيه تفضلوا فيه موضوع أنه شاعر يكتب قصيدة تكون من اليمين لليسار مدح ومن اليسار لليمين ذم ومن أعلى إلى أسفل مدح ومن يأسفل إلى أعلى ذم هذا كمان إبداع عظيم أيضا زياد بن أبيه لما كان يلذغ بالحرف الراء واجتمع عنده ناس حتى يعيروه بحرف الراء خطب خطبة كاملة من أولها إلى آخرها ذكر البسملة اللي فيها الرحمن الرحيم وذكر الكلمات المختلفة واستشهد بآيات من أول الخطبة إلى آخرها دون أن يذكر حرف الراء دون أن يذكر حرف الراء وكانت من أبلغ خطب العرب فنحن نقول أن اللغة عند العربي في القديم كانت فن يا جماعة كانت حرفة مثل ما قال أبي يوسف وكانت زخرفة يتباهى بها كما يتباهى الفنانون في كل أنحاء العالم والثقافات والحضارات المختلفة كانوا يتباهون بالرسوم والزخارف والفنون كان العربي يتباهى بصياغة للغة وطريقة تفننه في كتابة هذه اللغة حتى وصل إلى كتابة هذا الكتاب بتقاطعات دون أن يخل بالمعنى أبداً بل يبقى المعنى قوياً كما هو هنا وهنا نسأل السؤال سؤال رافد رافد بقول لك تحيتي للضيف الكريم إذا تم توزيع معلومات هذا الكتاب بطريقة الكتب الاعتيادية يعني عملناها بطريقة الكتب الاعتادية أخذنا المعلومات تبعه زي ما هو عامل في آخر الكتاب المؤلمة فهل سيتغير مستوى معلوماته بمعنى هل سيتغير في الفهم؟ أبداً بالعكس هتلاقي تركيز شديد جداً ليساعدك في الفهم يعني مش راح يكون في حشو وكلام كتير لا تركيز واضح وكبير في المعنى وفي الجمل وفي الصياغة إذا فصلته هو أساساً الأخ مين اللي معاك؟ رافد 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 أشوف أخ رافد ما هو أنت ممكن ما شفتش الجزء اللي ها كل كتاب من الكتب مفصول يعني في الآخر في آخر الكتاب كلهم فصلوا فصل عن الكتاب فبتحب تجرى أنت بدون نظرك يتعب فوق وتحت ويمين وشمال روح للكتاب في الآخر في الآخر مفصول ولما تجرى الموضوع لما تجرى النحو أو الفقه يعني يكفيك تتفقه في الفقه بس هذا الكتاب هذه الورقات الصغيرة هذه يكفيك في أنا في القرآن كل في فلك كل في فلك يصبحون نعم شوف كل في فلك صح؟ نعم اقراها كل في فلك كل في فلك يمين شمال كل في فلك صحيح يعني هذا من القرآن واحد من الخططين أنا اكتبست عنه خططها وكتبها ما قال ما يشرح تحتاجه اشيه هيا من يمين لشمال ومن يمين لشمال لليمين كل في فلك يصبحون نعم 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 إشارات عظيمة نعم الإبداع والله أنا يعني لا أفقد الأمل حتى في العصر الحالي لا أفقد الأمل في أن ينشأ جيل من المبدعين والمؤلفين والمخترعين المسلمين والعرب خاصة عنا إحنا إذا كان إحنا اللي دخلنا كلمة انتفاضة على المصطلح الأجنب يعني كلمة انتفاضة الأبرايزينج إحنا اللي عملناها اللي خلناهم يكتبوها كما هي انتفاضة إحنا اللي عملناها إن شاء الله واحد يجاي إن شاء الله زيها إن شاء الله أفونا بيوسف يعني لا يمنل معك الحديث وأتوقع إنه وفيت وكفيت في شرح الكتاب كانت حلقة جميلة جدا من حلقات نادي الكتاب اللي وعدناك وفيها دائما إنه نسلط الضوء على كتاب أو كاتب أو حتى على باحث يعمل في موضوع الكتب بدأنا في هذا المشروع مع الأستاذ محمد عيسى وحيكون معنا إن شاء الله خريبا حلق القادم حجاوب حجاوب على سؤال لو حد سأله إنه إنه وين وين بدي يحصل على الكتاب لو أجل ساعة الواحد من أين أحصل على هذا الكتاب طبعا في كندا في كندا موضوع الكتاب إنساء يعني تماما في الأردن في مكتبة راحت بنتي دكتورة هدى شافته في مكتبة وكان عنده بس نسختين لكن الأصل بهذه الطريقة وبهذه الطباعة الفاخرة في لبنان موجود يعني أقول لك إش المطبع المكتبة العصرية صيدة بيروت يعني هذا الكتاب صادر عن المكتبة العصرية في بيروت المكتبة العصرية بيروت اللي حابب مثلا يشتريه عن طريق المراسلات أو يتراسل معهم ممكن يحصل على النسخة منه ومش غالي الكتاب يعني تقريبا حدود العشرين دولار بس نعم نعم نشكرك شكرا جزيرا فعلا أبو يوسف زي ما بيحكوا الجميع حتى الضيوف الكرام استمتعوا أنا شايف التعليقات تغرد علينا وتأثرنا حبا برؤية أبو يوسف مرة ثانية إن شاء الله نعدكم نستضيف أبو يوسف في حلقات أخرى الأخ ماجد أبدعت وكفيت وفيت بارك الله فيك وبرك لك في ذريتك وإن شاء الله رب العالمين نشوف خيرهم دائما بعطيك آخر دقيقة إذا بتحب توجه أي شيء للجمهور الكريم تفضل والله أنا تحياتي وحبي للجمهور الكريم اللي بيشاهدنا وبيشاهد المحطة المحطة هذه الرائعة والقائمين عليها الرائعين وإن شاء الله هذه أول بداياتي معاكم إن شاء الله سأكون أستمر معاكم في موضوعات أخرى وشيقة إن شاء الله رح تكون وتحبوها وكل الحب والمحبة للمشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكرك أخونا أبو يوسف يعني تمثل حقبة رائعة من 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 الزمن الجميل جدا وال الرجال اللي عندهم هذا الهم ولا ولا يشيخوا أبدا يبقوا شبابا حتى لو أنارت وجوههم هذه اللحة البيضاء لكنهم يبقوا شبابا لا لا هذه لا 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 سأشبغى هذه سبغى بيضاء إن شاء الله يبقوا شبابا وهمما عالية يعني نفتخر فيها ونتعلم منهم ويمدونها بالطاقة شكرا جزيلا ويعطيكم العالم في جميعنا وشكرا للجمهور الكريم حياتم الله سلام عليكم ورحمة الله في اسم كنار تيفي بنشكركم مرة ثانية بنشكر جمهورنا اللي كان معنا الجمهور الوفي اللي دائما بحب يكون معنا لايف بحيث أنه يسألنا ونسأل الضيف بذكركوا بحلقات اليوم الساعة تسعة حتكون عندنا حلقة مميزة مع الستاذ محمد تميمي حيتكلم عن بزنس جديد حلقة مميزة مع صاحب مطعم بترا في ميساساقة كونوا مع الحلقة ما بدكم تفوتوها لانه من الحلقات اللي فعلا رح تستفيدوا منها بذكركوا غدا حيكون عندنا يوم سبيشل الساعة سبعة حيكون عندنا نادي التكنولوجيا كما وعدناكم حنتكلم عن العمل الديجيطال الشغل الجديد اللي الناس كلها بتحكي عنها وبعدين حنبدأ في تغطية سبيشل ل كندا داي رح يكون معنا كونسلور من سيتيو في أوتوو يتكلم عن أشياء حنعطيكم بكرة برزنتيشن أنا ومحمد عن معلومات يمكن حتى اللي ساكنين في كندا اللي هم سنين ما بعرفوها فحنكون بكرة يعني بالأحمر هيك حنسوي الشاشة مع أنه هلأ حمرة بس هتزيد حمارا و هتزيد جمالا إن شاء الله وبتحكي لكم شكرا لكم مرة تانية والله يعطيكم ألف ألف عافية تيونون وإن شاء الله نراكم قريبا اشتركوا في القناة